أمام باب مسكنهم الواقعي ببلدية عينثريد بسيدي بن عباسة الذي حوله إلى مدرسة قرآنية تحمل اسم جده يقف فارس ينتظر أطفال بلدته من بنين وبنات ليضمن لهم حفظ كلام الله وهذا المنزل لحليته حليته باش نقرر فيه القرآن الكريم بعد ما لقينا احنا الرعاية الكافية من طبعا بفضل الله عز وجل أنه سخرنا ربي سخرنا للوالدين وسخرنا المحسينين باش يدعمونا من أجل هذا الجيل تعليم الناس القرآن في سبيل الله كان حلما رواد فارس منذ أن ختم حفظ المصحف الشريف وتحقق ذلك اليوم بعد أن تحدى كل العقابات هذا حلم كنت نحلم به منذ الصغر منذ نعومة أضافري وأنا أحلم بأن أخلف ورائي جيلا يعني يحفظ القرآن الكريم وأنا أخذت عهدا أمام الله بأنني نقرر أبناء القرية أنت عين تريد نقررهم بالمجان أنا رجل عاطل عن العمل لكن مستعد نكمل حياتي كما نهوك مستعد نقرر هذا الجيل وندمعهم الأجر وأنا نحمد فيه ربي لأنه ربي سخرني واستعملني في دينه نجاحه في إنشاء هذه المدرسة القرآنية جعل منه قدوة للجميع وفخرا لكل من له الفضل عليها من مشايخ أشرف على حفظه لكتاب الله